السلام عليكم معكم طلال نقار برحل فيكم مجددا بكورس الأخلاق الطبية معنا الدكتور باسل طراب أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هاربرد وجامعة بوستون برحل فيك هنا باسل يا أهلا طلال الله يسلمك معنا ضيف مجددا دكتور خالد بوارشي استضفنا من حلقتين حقيقة كان فيه جميل على حلقته في أحد الزملاء أو عدة الزملاء طلبوا مني أني استضيفه مجددا فهم استضيفه مجددا دكتور خالد هو أستاذ مساعد أسيسن بروفيسور بأورلاندو سكول أوسيوباتيك ميديسين هو أخصائب الأمراض النفسية كيف أكدنا خالد؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخي طلال أهلا وسهلا أخي باسي بتشكر حضور المستمعين للمرة الماضية وإن شاء الله نقدر نقدم شي مفيد إن شاء الله على الحلقة عنوان هذه الحلقة صراحة هيكون يعني خليني أقول العنوان قبل ما نبدأ بالتفاصيل هو المعتقدات الدينية والأخلاق الطبية رح تكون ربما حلقة مثل العالي حتكون ساعة حقيقة هناك ناس تشكي من طول مدة الحلقات هأسمها لاحقا أماليا أنا عماشي بالكورس أنا عم أسم الحلقات اللي ما عنده وقتي سابع كالساعة كاملة ربما أجيب لأسئلة محددة مدت دقيقة أو دقيقتين أو ماكسيمون خمس دقائق فهذه الحلقة هتأسم لاحقا قوام هذه الحلقة هيكون هو أمثل عملية ربما من ثبرتي أنا من ثبرت خائد من ثبرت باسي للسنوات الماضية شو شفتوا حالات لما المريض يقحم معتقداته الدينية بالممارسة الطبية المريض هو جايل عندك مشان يتعالج عنده مشكلة الطبية بدك تحلل إياها أنت أنت عندك معتقداتك الخاصة المريض عنده معتقداته الخاصة نحن البشر عموما متدينين نسبة البعيدين عن الدين قليلة كتير مش البعيدين ملحدين أو اللايقون وبيدين قليلة كتير معظم الناس عندها دين تؤمن فيه وبالتالي لا يمكن أن نحن نتجاهل هذه القضية فلازم نعرف كيف نتعامل معي القضية بطريقة بروفيشنال أو بطريقة احترافية أنا رح بلش بالعادب بالضيف هبدأ بباسل حقيقة هالمرة لأنه هو إساز الأخلاق بهالموضوع طبعا في شغلي أنا كمان قبل ما أبدأ أنا دائما بقدم باسل هو ضيف حقيقة باسل هو من أهل البيت هو الكورس قائم عليه حقيقة يعني باسل هو المتخصص بالأخلاق الطبية لما بقدمه بضيف هو الكرام وإلا هو الكورس قائم عليه فعلا أنا بتشكره جدا على المساهمة لساهمة طوال الحلقات اللي قدمناها إن شاء الله مستمرين معه لو لا هيك أنا حاولت أقدم الأخلاق بشكل شخصي يعني سابقا كانت محاضرات جافة حقيقة فالطريقة اللي عم نقدمها والله العليم وأنا يعني هذا من الفيدباك مرة تانية من المستمعين هو طريقة تفاعلية وباسل ما شاء الله يعني عطى الكورس تماما كما يجب أن يعطيك مثل ما تخيلنا من أب كيف أخينا باسل؟ يا أهلا طرار شكرا كثيرا على كلمات الحلوة هذا واجبي إنه صراحة شارك العلم اللي أنا تحصلت عليه هون مع زملان الأطباء والمستمعين مستمعين طيب تعليق منك على موضوع المعتقدات الدينية بالممارسة الطبية سواء من قبل المريض أو من قبل الطب نعم هلأ صار المعتقدات الطبية مثل ما قلت يعني إحنا بشكل عام البشر هن متدينين والأطباء والمرضاء هن بالأخير يعني بدون يسحبوا من المجتمع والبيئة طبعون لإجراءاتهم الطبية ولقراراتهم اللي بيعملوها فالدين بشكل عام صراحة هو عامل أساسي عند كتير ناس بالاتخاذ القرارات نحن مثلا بسوريا وبشكل أوسط بشكل عام أعتبر شعب متدين بغض النظر عن الدياني بتلاقينا شوي متمسكين بديانتنا سواء كانت مسلمة مسيحية يهودية حتى في الناس اللا دينيين أنا ملاحب دينيين الشرق أوسطيين هن لا دينيين أكتر من الناس الغربيين شوي بيكونوا متمسكين بالفكرة بشكل كبير طبعا هذا كله بنعكس على الممارسة الطبية مو بس أنه الديني أعتبر هو أحد المراكز أو أحد الموارد اللي بترفض القرارات الأخلاقية لأنه هو يعني في كتير ناس بتقولك أنه الكذب مثلا ممنوع بالدين مشان هيك نحن لازم ما نكزل لصراحة مشجعة العلاج لازم يتم لأنه في دافع ديني أو في تشجيع ديني عليه فهي أحد الأمثلة وبنفس الوقت الطبيب مو دائما بتكون على نفس الديانة أو على نفس المذهب أو على نفس الشريعة اللي الموجودة عند المريض فبيصير خلافات أحيانا هلأ المرضى ممكن يطلبوا شغلات أو ممكن يبتعدوا عن شغلات أو عن إجراءات نتيجة معتقدون الديني وبنفس الوقت الطبيب عنده الحق كمان أنه يمارس المهنت وضمن الإطار الديني طبعه في شغلات بنتمع عنا نتيجة عامل ديني وفي شغلات بمارس نتيجة عامل ديني مثلا بإحنا مثلا بإحنا كطباء نحن كسوريين عنا موضوع عامل الثواب مثلا مهم جدا نحن كثير من عملنا وممكن ما نتقاضي عنه أجر مادي أو ممكن دائما نقول يعني نحن في إلنا ثواب بالآخر بناخد من حصله يعني بشان هيك بتلاقي في عنا دافع حتى نعمله بالنسبة للمرضى نفس الشيء في منهم ما عندهم مشكلة إنه هن مثلا يطيلوا مدة العلاج تابعهم لأنه بالنسبة لهم هاي تكفير عن الخطايا مثلا هاي بالنسبة للدين الإسلامي طبعا بالشراعة الأخرى في عندهم أمور مشابهة ولكن النقطة الأساسية هو إنه اختلاف المعتقدات واختلاف الأديان لازم ما تكون عائق ضمن العلاقة الموجودة بين الطبيب والمريض بالعكس هي لازم تكون علاقة احترام متبادل غالبا لازم تكون صراحة من طرف الطبيب هي احترام معتقدات المريض لأنه عادة هي هي بتتوجه الأمور من النادر ما تلاقي انه طبيب بده يمتنع عن إجراء معين نتيجة الدين ولكن في ممكن هذا الشيء بيصير يعني وإثناء الحوار رح نعطي أمثلة أكتر من هيك بس ولكن هاي مقدمة شوي طويلة بس مشان تفرجي انه الدين هو صراحة مرتبط بالعمل اليومي للطب وللأطباء يمين دكتور خالي شو تعليقك عن النقطة وشو انطباعك عن هذا الموضوع من الممارسة طبعاً أكيد الدين هو شغلة حالي ورسبكتد يعني أنت كتير بتحترم المعتقدات الدينية للمريض بتستخدمها بطريقة بتحسن من 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 يعني أنه كيف المريض يأخذ أدويته وكيف يتابع بعلاجه هذا الشيء كتير بيساعد مع الوقت في تتستيكس بتقلنا على الأرقام هاي نحن نقول معظم الناس ماذا فيه ناس بيليك تعطيني أرقام للأطباء النفسيين بأميركا مقارنة مع الأطباء العامين أكتر من 90% أو من من ناحية للأطباء أكتر من 90% من السيكرياتريا قالوا أنه يجيعون بالحياة الصحية للمرضانة على حين أنه 23% من الأطباء العامين قالوا أنه يجيعون عذي 83% يعني 83% قالوا وأنه دين بلعب دور بقراراتهم الصحية هي حصايات أمريكية والشعب الأمريكي متدين حصايات أمريكية 83% هي مرضى رايحين عن دكتور نفسية قارنوها بمرضى رايحين عن دكتور عام 73% من الله رضاء قالوا أنه دين بلعب دور بقراراتهم الصحية يعني أنا ما حاجة حصايات من عقدي بس أنا أظن لو بأوروبا ربما شوية مختفئ أنه أوروبا أقل تدينا بس يعني هذا كلام عام أو بالصين هذا الكلام يتعلق أنه عنا بأمريكا وأمريكا تحدث عن دور القربية المتدينة متدينة صحيح نعم بدنا نحط بأنه أنا إذا عم بشتغل بسعودية غالباً هالرقم أكبر بكتير صحيح أو بسوريا مثلاً غالباً للإنزة من 90% يعني نحكي بالتسعين بآخر التسعين بالنية صحيح صحيح طيب جميل جداً أنت قلت كلمة يا دكتور خالد خليني معاك أنه نحترم المعتقدات الدينية للمرضى هاي النقطة في ناس تتحسس فيها خاصة نحن مسلمين أنا ما أحكي عن حالي مثلاً لما تسمع في ناس تسمع كلمة أنا أحترم المعتقد الديني للمريض معاك أنا كأني وافقته على المعتقد وهذا الشيء بالنسبة لأنه في ولاء وفي براء وفي ناس تتحسس تتشنج كتير فربما يقلب الجلسة إلى ساحة النقاش وحوار وهذا طبعاً خطأ فشو تعالي شو معنات أنا أحترم المعتقد الديني للمريض أو للآخرين إيش معنات احترام بالضبط هنا الفكرة هنا أنه أنا بدي جزء من من السايكو سوشال هستوري يعني جزء من التاريخ الاجتماعي النفسي للمريض اللي عم باخده بغض ما صار سواء أطيبية أو أطيبية نفسية بدي أحاول أترك مساحة من الحرية بحيث أن المريض لحاله يقلي أنه هو شو توجهه الديني أو أنه شو قديش بيعني له الدين ولا ما بيعني له الدين واحترم هالمعتقد هاد ضمن إطار الأمور اللي بتنفع المريض يعني المعتقدات الدينية هي بشكل عام نحاول نصنفها بإطارين إطار نافع وإطار ضار بحكم اختصاصي حق لك شوي بعدين ناخد أمثلة إن شاء الله من الاختصاصات الثانية لكن مريض قد يكون عند منه مريض مسيحي عند منه الانتحار حر وإنه إذا انتحار يروح على جهنم وإنه السيد المسيح ما بيحبه بهذه الطريقة لأنه ما قبل ما قبل رحمة المسيح فهذا الاعتقاد مفيد هذا بيحمي من السوئسايد statistically six times يعني ست أضعاف أقل انتحار للناس اللي عند منه الروابط دينية من الناس اللي عند منه الروابط دينية تحديدا بالإيمان بإنه الانتحار خرام فهذا كتير عامل حماية مهم يعني this is the safety factor that I'm going to use على الطرف الآخر الاعتقاد الديني قد يكون pathological يعني هذا الانسان بيلك أنا شاعر لأنه أنا بزمناتي did not confess a certain ما سامحني I'm never going to be forgiven for something أنا بعمري ما حد سامح على شي عملته بالماضي بديننا مثلا ممكن يكون أنه مرينا عند منه وسواس قهري وسواس القهري أنه دائما بيجي فكرة أنه الله موجود فكرة الشرك أنه هل الله موجود ولا هل الله موجود وطول النهار قاعد تارك الدراسة وتارك الدنيا رسب بالامتحانات بطل شغل بس أنه عم يفكر أنه الله موجود ولا الله موجود هاي الفكرة هي مرفوضة بالنسبة له مجل مرغوبة بس ما عم يقدر يوقف ربما أعطيك نسال عن معتقد ديني خاطئ حقيقة من وجهة نظري على الأقال أنه هو الفهم السلبي والقضاء والقدر أنه أنت مريض لأنه الله هيك بده وهذا الشيء ما لازم تعاكس إرادة إذا أنت تعالجت فأتعاكس إرادة الله وبالتالي أنا ما بدي تعالج وأنا سأضرب أمسي لأننا حمي أمسي حقيقي فهذا معتقد سلبي قد يكون ضار فأنا الحالتين الحالة الأولانية اللي هي حالنا فأحترمت اعتقاد المريض والحالة اللي كانت هي حالة ضارة كمان ضليتني محترمه أنا ما أللت من اعتقاده الديني به بأضوء ما قلت له أخيرا إن شاء الله شمين قال لك الله موجود مو مقبول هالكلام عرفت شون المقبول هنا يبدو أنه إيمانك بالله هكتير مغم بالنسبة لأي لك بجيوب لي شو ما عرفت عرفت شلم أنا واضحة لأنه هي اللي شاهدت اللي بالله بطول الوقت أنا هنا مع هالشخص هذا وبقدر استخدم المعتقدات الدينية نفسها بأنه أفهم منه للمريض طيب شو بيقلك دينك لما بتكون هالأفكار هاي لساتة موجودة ببالك ودائما خايف أنه أنت فيه شرك ولا لا شو بيقلك دينك تساوي به الحالة الحالة هو بيعطيني الحلول أنا قد أكون ما عندي اطلاع أطلاقا على دين المريض بالتفاصيل هو لحاله بيعطيني الحلول هو ما عم يقدر يستخدمها بشكل مباشر بكل يوم وبقدر استخدم من معتقداته الدينية أمور تساعده بأنه يخلص من هالأمور السلبية يلي نعجعنا دين فأنا بس للتوضيح بس بشكل كتير بسيط هذا ما بيعني أنه الدين سيء هذا هو العرض عادة بيجي من السايكو سوشال لايف يعني أنا إذا كنت موجود ببيئة مسلمة اللي نفرض ولنفرض أنه أنا من مذهب بآمن بظهور المهدي وأنه المهدي هو اللي بيحلل للدينية كلها والأمور كلها قد يكون إذا أنا كنت مريض نفسي قد يكون هالطراب العظمة طبعا أنه أنا المهدي لكن هذا نفسه إذا كنت حطيته بأمريكا قد يكون أنه أنا المسيح المنتصر أو قد يكون أنه يكون في موضوع سياسي موجود بالبلاد أو شيء أنا مفروض تكون رئيس أمريكا الذي كان فعلا رئيس أمريكا قصتها لكن إلي خاطر فيه خاطر طيب أنا برجع بركز على نفس النقطة حرام المعتقد للمريض يعني أنا بضرب مثال مشان كون عملي وشان وضح شو سؤال سؤال لرباس لهم أنا حالة المريض الرسوفار حكيناها بالحلقة الساقة أو الحلقة الأبل الساقة ما أحكيه بتفاصيل بس يعني هي خلاصة أنه هذا الدين لا يؤمن بإله محدد يؤمن بأن الأرواح السابقة هي بتتجدد بتظهر من جديد بالشخصيات الكبيرة وهن هدولي يقول لك شو تعمل وهدولي بحالة مريضة كان هي يعني معتقد سخيف جدا صراحة كون عم يحكي أنا بجلسة خاصة هلأ أقولها بعتبرها خاصة موجسة طبية معتقد سخيف جدا جدا أنا من نسبة إلي هيك بس هل هذا في بيبررني إذا أنا شايف أن أنا أؤمن بالله أؤمن بالله الحق وفرق كبير بين إيماني بربي أنا وبين إيمان بطريقة اللي عم يؤمن فيها هذا الشخص وعم يقول له أنه بدك تموت فباسل هل احترام أنا بقول له أنا باحترم المعتقد طبعا أنا وافأته على هذا الشي اللي أنا بوجهة نظري من عقلي والباطن بيقول لي شي سخيف صراحة صراحة الجواب الواضح جدا أنه نعم لازم تحترم هذا المعتقد وقعت مثل ما أنت أشارك البداية احترام المعتقد لا يعني الموافقة عليه ولا يعني الإيمان فيه احترامه لأنه هو المريض مؤمن فيه لأننا نحن يعطيك عن حالي أنا شخص مسلم كمان وبعتز بهذا الشي إذا بتقارن أفعالي أنا بعمله مع المريض مثلا ممكن أنا بالصلاة مثلا نحن نزجد نحط جباهنا على الأرض إذا بجيب أي شخص غير مسلم بتقول له هذا الحق يقول لك شو هالحق شو هالجنان شو هالسخافة بينما بالنسبة لنا هذا تقرب من الله نفس الشي بالنسبة لديانات الأخرى كل الأديان عفوا كل الأديان عندها معتقدات ممكن تظهر بشكل سطحي أو بالنظر الأولى أنه هي معتقدات سخيفة ونحن ممكن ما نؤمن فيها ونحن ممكن ما نؤمن فيها ولكن مثل ما أنا بتوقع من الناس الآخرين يحترموا حريتي بممارسة معتقدي وبالإملاءات المعتقدي بيعطيني إياها لحرية التعامل مع جسدي ومع روحي ومنها مشان هيك أنا هذا الشي محدد طرق العاج لأنه ممكن أخذها كمريض فنفس الشي أنا كطبيب لازم أحترم معتقدات الأخرى بالنهاية ما في شخص أو ما في دين بيقول عن حاله أنه نحن ماننا الدين الأفضل كله بزنه هو الصح كله بزنه هو الصح وعند الله وعند الله تجتمع الخصوم صحيح صحيح فمشان هيك فمشان هيك نحن لازم دائما نحترم معتقد المريض وهلا نحن لازم بس لو هم بحنا نحن لازم نفكر فيها بشكل أكتر هل المعتقد أو النقطة التي عم شرحنا إياها المريض هي فعلا معتقد ديني ولا لا لأنه حيانا لازم أنت تدور عن هذا الشي لأنه للأسف حتى الدين والمعتقدات الدينية عم يتم استخدامه كمبررات أعطيك مثال على هذا الشي مثلا موضوع الفاكسين صح موضوع اللقاحات في كثيرهم بأمريكا مثلا نحن عصرنا نعطي أنه بمعتقد الديني أنت لازم ما تأخذ لقاحات نحن رح نحترم المعتقد الديني على حساب صحة المجتمع العامي ولكن في كثير ناس صار تقول لك أنا ما بدي أخذ لقاح لأي سبب من الأسباب سواء كانت نظرية معامرة سواء ما بدو يتوجعها الجكي سواء بأي سبب سيروح أقول لك أنا كمان ديني بيقول لي لا تأخذ لقاح فهي للأسف ممارسة خاطئة أو استخدام دين خاطئ ولكن الدين يعني صراحة عبر التاريخ تم استخدام الدين مو بس بالطب يعني تم استخدامه للحروب لتبرير حروب لتبرير ممارسات طبية لتبرير أي شيء نحن عن لقاح بس أخي نباس نحن عندنا في هذا الشي وخاصة نحن بالجنوب حقيقة أنه فيه ناس كثير ترفض اللقاح لقاح الكوفيد فنحن لما عطينا الإكسبشن على موضوع اللقاح لسبب ديني بدأ يكون المريض ممتنع عن كل اللقاحات يعني أنا مريضة مثلاً ما بدأت أخذ لقاح الكوفيد وبدأت أعمل لأنه كان وقتها الكوفيد كان شرط لمرضة الزرع إلا لغناء لأنه ما عاد مرض خطير مثل ما كان بس كان وقتها مرض خطير وممكن يؤدي بحياة المريض فكان اللقاح الكوفيد شرط ففيه ناس ترفض وبدأت تحمل المسؤولية لسبب ديني وأنا ما فيني إجبرها فأنا أتصل بي مريضة مرة قلت لليش ما بدأت اللقاح قال لسبب ديني قلت لطيب لقاح الاتهاب الكبد بي قال ما أخذته لقاح كزا ما أخذته طيب ما أخذت كل اللقاحات يعني مو بس كوفيد مشان ما يتحججوا علينا وضعتناها إكسبشن وإن كد أنا ماني راضي من جواتي بس يعني كنت مضغوط بنظام المشفى أو كده ومع هيك طلال شايف هاي الممارسة اللي أنت عملتها هي الممارسة اللي نحن بننصح فيها أنه أنت تشوف الريكورد تبعوت المريض ولكن بنفس الوقت الإيمان هو ما ضروري أن يكون نشأ عنه من خمسين سنة ممكن أخي الشخص أنا هلأ اليوم انضميت للدين الفلاني أخي أبو هذا الدين بيقلك لا تعمل هذا الشي يعني شلون فيك يعني ما فيك تتعامل بهذا الموضوع للأسف يعني ما عليك ما نشف تدخل بهذه اللحظة أنت اللي عملته هلأ هون طلال لما عم بتشوف القانون أو شو عملت الهيئة بالمشفى أنه شلون أنا بيحدد أنه هل بقبل العزر الديني ولا لا هون عملت بلانس بين اتانومي ان جاستس لأنه أنت هون تلاقي ما فيني كل واحد أقول هذا اللقاح بالزاد ما بدي روح الكلوية ما بدي روح الأسف لكن لو ما كان في عند المني مشكلة بالجاستس لو ما كانت عم بعمل الزرع كلية أو ما عم بعمج مفروض احترم حتر المعتقد الديني للمريض إنديفجودي إيبن 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 هي مشكلة ما عم روح الكليل عم روح حيات المريضة فهمت فهمت إذا صار مع كوفيد ممكن تموت فهمت عمل لك لو ما كان في خطورة يعني لو ما كان في آآ تمام تمام نفرض أن الموضوع سيلكتف بدي احترم اللي ما تقديني حال لك عن شغلة عادة أنا حنا ما بحب نحكي عن أخطائنا بس يعني في خطأ صار معي من حوالي ستة شهور كنت عم بحكي للطالب اللي اللي عم ما بدرسه إلا بهالشهات مريض مسلم من بلد عربي أثناء السوشال اللي عم بأخده عند منه مشكلة بال OCD ويجوز معدك أولاد أعطاني هاي المحاضرة اللي نحنا بنسمعها طبعا أنه نحن عايشين ببلد غربي وبلد غربي مستحيل يعني أنه قدر ربي ولادي على الإسلام وعلى الدين وبكرة بتجي بنتي معها البويفرين طبعا وشلون بدي إلا أنه لا تعيش إلا الحياة من هالحكي هذا اللي هو بذلك لما حكينا المرامات يعني ريزنين You can see the reasoning behind it but it doesn't really make sense يعني كلنا من ربي بلاد بيطلعوا صالحين وجيدين هون وفي كتير عالم بيربوا ولاد في سوريا وبيطلعوا التالين أتلم مظمون يسموهم مغالطة المرحة ذر الزلق عم يفترض شغلات تسلسل غير منطقي تماما فأنت هون ما عم تفرض رأيك القيمي على المريض هون بس عم تسمع هو اللاجك طبعا بالسبكونشي أنا باللاوعي كطبيب عم يقدم وأخذ وقت معي لأفهم اللاجك طبعا أنا معي ساعة لحد تقيم المريض هلوقت هذا أخذ من وقتي فأنا ما عاد مشيت بالسلسلة اللي بمشي فيها عادة والسلسلة اللي بمشي فيها عادة لما أكون عم بيحكي على السوشال هستوري بوصل لأسأل على الدخان والكحول والدروجز وهالأصاص هين باللاوعي ما سألته على الكحول لاحظون إيش أنت الاسمشن إنه هذا الزنمي ملتزم إنه هو خائف على بنته إنه تيجي معها بويفرين ولا ما معها بويفرين باللاوعي ما سألت عن الكحول أوكي وهو عادة سؤال في عالم بالوعي بيقول لك إنه مثلا ما حاسأله أو شيء وهو أكيد كلام مغلوط ومو مقول فالفكرة إنه بالفولو أبعا ما بيحكي أخذت الدواء ما أخذته والله يوميتا ما أخذته لأنه كنت بدي أشرب فأدل عالي تشرب شو شاي قهوة ما بعرف شو طلعا بشكل الأساسية المريض قحولي طيب صر لي عشر سنين بشتغل يعني أنت بصرط إنه هذا زي ملتزم وقلبه عبلاده إمام الجامع يسأله إذا كان بيسرب ولا ما بيسرب محزم منطمة بيسأله بتسرب ولا ما بيسرب ويوميتا لأنه باللاوعي تهت بالموضوع اللي أنا عم حاول إفهم إنه هو شو المنطقة طبعة بالقصة سيب ليش عمل لك هذا الميسان هيا المريضة اللي يجي تقال لك أنا ما بدي أأخذ لقاح الكوفيد بجوز تكون بأمور تاني بحياتها الدين ما بيعني لشي فأنت يجب أن تأخذ إنه شلون جاي اللي عندت مني مشان أبورشن بس ما بدك تاغ بالكوفيد باكسين مشان دينك فالفهم للدين قد يختلف من شخص إلى شخص آخر فأنا مو بس هون عرفت إنه هل المريض متدين ولا لا بدي أعرف قديش بيلعب الدين دور بقراراته اليومية وشو الأمور اللي بيلعب فيها قرارات يعني هذا زواج ولا مو زواج لعب الدين دور بس المواضيع اللي العلاقة بشرب ما لعب دور طعم بعدين طلعت فهم لي يعني لسهل ليش ما ما تزواجوا هالأصاص هيكلة بس الفكرة إنه بدي أفهم المريض لأبعد من إنه بس هالمتدين ولا ممتدين بدي تفاصيل حتى إنه ليش هاي وقد يغير رأيه المريض بموضوع تاني مختلفة خلينا ناخد خلينا ناخد مثال هلا طلال نحن مشان نفرج الناس إنه إنه هذا موجود عندنا حتى بدينا بشكل كتير كبير نحن برمضان في كتير من الناس بمتنع عن أخذ الدواء برمضان والطبيب يكون موافق عليها بالعكس الطبيب حتى هو بيشارك بوضع الخطة الزمنية مشان نحن نحن نتفق مع عدلين المريض يعني أخذ نشي يمتنع يعدل يعدل توقيت الدواء فإذا شو يعني ليش نحن منكون حتى والعكس بيروحوا الناس عندها الدكتور والدكتور بفتخر بحارة إنه أنا نعم ساعدت هذا المريض على هذا المعتقد فبالتالي نحن لازم نكون عادلين وانتفق مع المعتقدات الأخرى يعني كمان لما بصير في عندنا طلب نحن ممكن نعمل بما لا يتعارض مع الممارسة الطبية وانت في مجال تعمل هذا الشي فمن واجبك أنه انت تحاول تساعده طيب جميل جدا بس خليني خليني اسأل باسل لما تقول لا يتعارض مع الممارسة الطبية ربما نبدأ بأسئلة امتحانات سؤال بيجي بالامتحان حقيقة بس مشان نوصل فكرة لزملاء طلاب الطب أو الخارجين الجدود إنه في عندك مريض أو مريض مثلا قاب بدي يروح على عمل جراحي مثلا صال مرارة أو يعني عمل جراحي على البطن مهما يكون فالمريض طلب من الجراح إنه أنا بدي ياك بس في عندي مسبحة أو صبحة أو يعني عين زرقا بدي ياك تحطه بيجيبك لما تدخل على عمريات فهل الطبيب ملزم أو هل أخلاقيا مقبول إنه يعمل هذا الشي هذا الطبيب ولا لا باسل شو تعليقات هلا هذا صراحة طلب بسيط ماشي هلأ شو أصدق تصير نعم لأنه هذا ما رح يتعلق ما رح يتعرض مع إجراء الجراحي ما رح يتعامر ما رح يتعرض مع أي شي تماما ولكن ها ها هاي النقطة التانية هلأ في عندك عدة أشياء لازم تشوفها هل هذا الإجراء رح ينفع المريض ولا رح يضره وهل في عدالة من هذا الشي لا لا يعني مثلا هلأ وضع المصبحة بنسبة إليك أنت ما رح تأثر أبدا على الإجراء الجراحي بالعكس ممكن يكون في ضرر إذا هاي المصبحة فعلا كانت مانع معقمة ولكن أنت نفسيا طب جيبك أبما ترسل أنت داخل وخطيته بجيبك بس حنجعب على السؤال بس أعمله أنه الطبيب على الجراح في مجال تفوت بإجرك اليمين على غرفات العمليات مسلا طالما طالما هذا الإجراء رح يساعد المريض وإن كان من ناحية نفسية اللي هي دائما مشجع عليها وصراحة رح تبني علاقة جيدة بين الطبيب والمريض يعني هكلات المنافع وما في ضرر موجود فليش لا هلأ ممكن بعض الأشخاص يقول لك بس ما مضوع العدالة لأنه أنت عملت هذا الشي بس ممكن أنت في مريض تاني يطلب منك أنه أنت تحقن له عسل وريدي أنت رفضت مع أنه هذا كمان طلب ديني أو طلب اجتماعي صح ولكن هدول حالتين مختلفين تماما هون ما في عندك تعارض مع الحالة الطبية ما في عندك أي شي وإذا هذا الشي بريح المريض أنه لو طلب منك نفس المريض أما تدخل على عملية أنه ما تستعمل أي معاقم بيحتوي على الكحول يعني هذا طلب صار عم تدخل بالعلاج الطبي بشكل خاطئ صراحة بس هلأ هون نعم ولكن مع هيك أنا هون بحاول شوف هل أنا فيني أكوميديت هذا الطلب هل في عندي معاقمات أخرى ما بفي كحول إذا في عندي ممكن استخدمها ونتائج مقبولة بقل له للمريض وأنا برضاها أوكي ما في مشكلة إذا ما في بقل له أخي أنا من الأسف ما فيني أعملها غير هيك بيرجع القرار إليك نحن هي إمكانياتنا بتحب نعمل لك ياهو ألا ما بتحب برجع بقى القرار للمريض مرة تانية بس ما فيني يقل له والأبشع من هيك عفوان يعني وانستخدم كلمة أبشع واللي هي ما كتير بنيحة ولكن أو الأسوأ من هيك إنك تقل له للمريض نعم وتروح تعمل تعمل العكس تكذب عليه تماما تماما هذا الشيء موم أقول أبدا ربما خلينا أضرب كله أمثلة أمثلة يعني نعم أمثلة ابتحانات أما نتفعل بحالة ها هي ملت علينا بس معنا شيء الناحية النفسية بدك تسأل المريض اللي ليش هالموضوع من نسبة لك مفهم قال لك بدي تحمل نسبة حسر أو انتفاية تعرفت شون حكي لي أكتر يبدو الموضوع بيهمك فهي تعطي الوقت لتفهم من المريض إنه هو ليش هالموضوع هادي مهم بالنسبة له أنه يؤمن بالمسبة يؤمن أنه هاي فيه شفاء ما رأي فيه شفاء ما رأي فيه مسبة بس استخدم هالموضوع لأنه ارفع الهوب عندنا منه إنه أوكي نحمل المسبة أنت إيمانك بدينك ومعتقدك بيساعدك يمكن يجيت عن المستشفى لأنك مؤمن لأنه بيهمك هالموضوع فأنا زدت له الحالة النفسية فالموضوع مو إيه هاتة وحطها بجيبتي وظنني ماشي هي الفكرة مو بيهاتة وحطيتها بجيبتي هي بالمناسبة أنا بس بديها كتكون بيصفي بهالموضوع فأنا لما بدي أخذ المسبحة بدي أخذها وأنا قاعد بصفه مو بس حطيتها بجيبتي الفكرة اللي ممكن تكون شوي شائكة إذا المريض أعطاني شغلة من الناحية الدينية بقدر استخدمها بعد منها لا تجاه صحته النفسية المثال اللي حكا الأخ باسل أنه أنا المريض اللي كان إجا رمضان وقال لي أنا برمضان وأنا بعرفه مثلا قال لي أنا ما أبصد لي بس أنا أبصم وإجا برمضان صام وبيناته بطلي دخين هل بقدر بالفول أوب إجي استخدم امتناعه عن الدخان أثناء رمضان لأنه استخدم الوازع الديني عند منه لأنه يوقف عن الدخان وما نعرف أنه التوقيف عن الدخان شغلة مفيدة للمريض شو رأيكم من الناحية الأخلاقية أنا شخصيا برأيي أنه ممكن تستفيد منها أنا هادش ربما خليني أقولها بطريقة تانية اللي هي اللي سألت وزماته سألت دكتور باسل الأتاسي عن موضوع استخدام المعتقد الديني بتقريب فكرة الموت للمريض لأنه في عندك مرضى وهذا الشي حيكون علينا جميعا فربما هو تأتذر أو تتعلل أنه ربما بالمنطقة العربية بس أنا شخصيا حب استكشف المعتقد الديني للمريض اللي ما بدي أحكي بأفكار لابد أني استعين بالدين فيه أحيانا ما بدي أسأله شو معتقدك شو تؤمن أو شو ما تؤمن بس ربما بحالة الصيام أنه كان قادر يمتنع عن التدخين بسبب الصيام أنا شخصيا شايف أنه ممكن استفيد منه بشكل إيجابي بس ما بفرضها علي يعني ما بقوله أنه وين كنت وين التقوى تبعك موفي زباسل عنده شو تعالت بالنسبة إلي بالنسبة إلي أنا بجاوب على هذا السؤال أنه أنت ما فيك تستخدم هاي الطريقة كعامل ضغط على المريض ولكن ممكن تستخدمها كمثال بحال إليك أنه هذا الشيء صعب وأنه هذا الشيء أنا ما فيني أعمله وفيك تقول له صراحة تاريخك المرضي بيقول أنه أنت نجحت بهذه الحالة أثناء صيام مثلا ولكن ما فيك تقول أنه لكن أنت تعرف أنه بشرعك هذا معناته أنه فيه ضرر عليك وهذا لا ضرر ولا ضرر فما أعطه هذا الشيء حرام ممكن تستخدمها كمثال ولكن كمان بدك ما يعني أنت مو بس الدين حتى بأي شيء آخر ما فيك تستخدم أي عمل لإحراج المريض لأنه يعمل شيء يعني مريضي مريضي اللي بعدين اكتشفت أنه فيك حولية ما فيني يقول له أنه طع 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 أنت مرأي صحيحين وولادكم شلوم حدد هالشيء شلوم بقدر حدد هالشيء شلوم بقدر حدد أنه هل يعني بقدر استخدم ولا ما بقدر استخدم يعني فيه شيء بباننا منقدر نعرف أنا برأي ما لازم أبدا الطبيب ينجأ للدين ليجبر مريض على الممارسة الطبيعة المعينة يعني أنت مثلا أنت ضررت مثال أنه هاي شخص اللي متدين بنقطة وغير متدين بنقطة بده ياخد اللقاح على دينه بده ما ياخد لقاح على دينه حكاية المثال مريضة جاية تقبل زرع كلية وتنفض نقل الدم طيب ليش عم تقبل زرع كلية ونقل الدم ما مين أسوأ يعني نقلت الكلية ربما أصعب وهذا هيك معتقدة هو تفصيل المعتقد أنه هي الدم لازم يكون مرتبط بالجسم بس نفصل عن جسم ينجس ما أنا منطقي أبدا والمسيحيين المنظمون لا يوافقون أنا ما حكيت عن شغلة ضارة أنا حكيت عن شغلة نافقة فأنا عرفت شغلة عرفت صغرة اللي عنها المريض اللي هي بهالحالة هي إيمانه عرفت شلون وبعدين في شغلة ضارة هي مو مقبولة بدينه هل بقدر استخدم معرفتي بدينه لأنفع المريض ما أظن ما أظن ما أظن كتابيش أنا شيء أقول أخلاق شو هو أنجح شو هو أنجح شو أنجح بروجرام شو بي بأميركا للكحوليين الناس اللي بأقعد عن الكحول بدأ يحاولوا وظلوا بعيدين عن الكحول تعرفوا شيء اسمه AA الأيكاوليك آنونموس طب اسمع فيه اسمعها في التفاصيل لبعث المرضى بجيسس وبكذا أنه ساعدت الفكرة اللي نحن ممكن ناخد الاستخدام بعمري ما أستخدم دين المريض لحتى أعمل شيء طبي هي حتى منا نفكر فيها شوية طول بالك أول الشي AA program is the most successful program for abstinence from alcohol by good margins يعني أنا زي بجيب الستاتيستيكس اللي عملو أنه زي بجيب مرضى بخليون يعملوا cognitive behavioral therapy بعد ما يبطلوا كحولية وقارون مع الناس اللي عملو 12 steps program اللي هو AA اللي هو church oriented and religious oriented AA 10% higher success rate than CBT not placebo not nothing actually they were doing something عرفت شون 10% better يعني 10% أحسن فهون بقى في قواعد أهم فينا نحط بحيث أن نجمع بين الموضوعين إنه أنا شلون فيني ما استخدم الدين أو عملو replacement للmedical treatment وبنفس الوقت استخدم العوامل الإيجابية بدين المريض لأتجاه لمصلحته ففي four points نعملو بهالقصة هاي للسيكاتري اللي فينا طبقه بالجنرال practices as well اسمه الفيكا ففيكا 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 غير التاكسس تبعا الفيكا اللي الله طيب وفوق الهلا ما عم بعرف جوية اللي بيأخدوها من البيتشيكس كل شهر اللي بيأخدوها بتعتبر حالك متدين أو غير متدين how important is your religion in your decision making يعني انت قديش بيتدخل الدين بقراراتك اليومية نحنا بنحكي عن religion and spirituality أوقات بتختلط الأمور هون بأميركا بنات نحنا عنا ببلادنا الدين بتتدخل بكل شيء من عمله يعني أنا إذا سألت مساء باسل ممكن شاركني بمحاضرة بلنا نحكي هو قال لي لا ما نفاضل أنه ونتي اطلقت مع أولادي هو بجزء مخو يقول لي أنا هلا كتمت علم الله يحاسبني عليه يعرفت فهو يدخل دينه بتقريبا كل قرار يتخذه بيومياته في مرضى ثاني لا religion هو spirituality أنا بدعي كل يوم من بسا عرفتش أنا هذا ما بدخل بقراراته اليومية فأنا بديسأل how important it is how involved religion is in your daily decisions عرفتش فأنا هون كمان حطيته بالي أوكي هاي وين موجودة الشغلة الثالثة هي community culture إنه do you belong to a church أنت بتروح على جامعة بتروح على إرنة كمان هاي من نحن المرضى النفسيين ممكن نساعد بغير بغير اختصاصات إنه أنا ممكن يكون counselor يعني therapist اللي بدي أبعثه للمريض بجوز يكون faith-based counseling عرفتشنون ممكن وقت مدوصل أمور لل opiates أو ال alcohol بني رجوع أبعثه على 12 steps program فأنا هلا عرفت إنه هو بيروح على la church فأنا هلا فيني يقول له إنه لأ أنا بفضل إنك تروح على la AA لأنه statistically it's better than CBT عرفتشنون لأنه بعرف إنه في community عرفتشنون الأخران هي how would you like me to address your religious beliefs in your treatment يعني هلا أنا مو أنا اللي قررت إنه حقله على la AA meeting زيانه هو قال لي واحد واثنين واثلاثة جزء قال لي واحد واثنين واثلاثة بس قال لي بس بمناسبة أنا جانا عند منك للنك ديبتور لا تفوت موضوع الدين أصلا أنت مو من ديني بالأساس فهذا الموضوع اللي تقرب على الإعلان قريبا بعيد فالإدريس إنه شلون فينا شلون بدنا كان يضطر للمواضيع الدينية خلال العلاجك عرفت شلون فأنا سألت الأربعة هدلون عرفت تماما شو بدي يساوي مع الموضوع مع المريض من ناحية المعتقدات الدينية تبعهم وما عندنا دلمني هالإشكال منه هلأ أنا ادخلت إيجابي ولا ادخلت سلبي خلص سألتهم كل أطول عرفت هو شلون عرفت قديش بيشارك الدين بمعتقداته وعرفت أنه أنا شو دوريبي أنه استخدمها المواضيع هي بعلاجة حقيقة ربما تخصصها كطبيب نفسي بيفرض عليك أنك أنت تسأل هيئسة أو تستكشف دور الدين أو علاقة المريض بدينه وبالتالي ربما تستفيدنا زي ما قلت هلأ ربما أنا بتخصصي صراحة أمكون صريح معك نحن هي منطقة شائكة وأنت معروف أنه أنت بأمريكا أو بعموما ما لازم تحكي بعدة مواضيع مثلا سياسة الدين كذا الدين منها ما بسي تتقلب الجلسة لشارة دينية بس لما المريض بيقحمني بدينه بدي يحكيلي عن تفاصيل بدي يدخل بغلاج الأسباب دينية أنا هون مضطر صراحة أنا الصحيح والله العليم أني أنا لازم ناقش وكون مثل ما أنا بقواعد اللي هي هات سبب هي الجلسة فأنا رح أضرب مثال إذا بتحبوا نبدأ أضرب الأمثلة يعني أنا أحد الأمثلة مثلا ربما أمثلة بسيطة جدا جدا أنا من عدة أسابيع دخلنا على المريضة كنت عامل رانوض مع الريزيدانت وتيم يعني أربع خمسة معي مثلا والمريضة قاعدة عمرها ستين سنة تقريبا وجنبها زوجها وجنبها القس اللي هو الكاهن الكنيزة فالمريضة عم تتحسن أمورها مليحة تتخرج اليوم أو بكرة يعني كانت كتير مبسوطة والجلسة كل دا شو بيسموا الفايب أو شو بيسموا الإيجابيات معاني إيجابية فجأة قرر الكاهن أو القس أنه يدعي أنه وفعوا إيدكم بالدراع نحن اللي واقفين كلها من مختلفة تماما يعني أنا مسلم اللي جنبي مسيحية التالتة هندية غالبا هندوسية والله العليم كل واحد من دين حقيقة فهل من الحكمة أنا بهالموقف أقول لا يا جماعة رخزان أنا أؤمن بالله الواحد وأنتو تؤمنون مثل الثالوث يعني البيبساطة أنا بدعي يا ربي مثل ما من فيه فأنا بدعي لها بالشفاء وهي الحمد لله ورحمة الله حسن فالباقة الاجتماعية ولا تتعارض مع ديني كمسلم إني أنا أرفع إيدي ودعي وهذا فعلا صار يعني طلب ولا شي يدعي بإسلوبه وأنا رفعت إيدي بدعاو ويخل بهالبساطة هذا بهالبساطة الموقف البسيط اللي يمكن يتعرض خالد يبدأ معك إذا تحب خالد هلأ هون هون الفكرة أنه فيه عامل ثالث اللي هو القسيس يعني بجوز تكون هي مانا as religious as you might see يعني بجوز يكون أنه هو driven by that person فليزالك أنا كثير صعب أني علق عليه لأنني بيفهم اللي في كان عليها للمريضة نفسها أنه كيف الموضوع لكن لنفرد أنه الجواب هو she is faithful يعني هي مؤمنة والدين بيعاب دور كتير كبير وأنه she belongs to a community obviously الشاكل الموجود والأخرانية أنه she would want religion to be involved in her care هون أنا الكافرت لبل كأنه أنا برضى أنه أدعي مع حدا من دين تاني ولا لا إذا كنت برضى هو بها الحالة هي ما فيه شي أنا من معتقد الديني الخاص أنه أنت عم تدعينا أنت عم تدعينا لربك يعني للإله الواحد فطبعا ما فيه شي وهون this can be supportive for the patient لكن إذا كنت أنا متشدد أكتر من هيك لنأفرض أنه أنا اعتبرت أنه لأنه leader of prayer عنده شرك ظاهر أو خفي فأنا مجرد أنه أمين على إنسان تاني مشرك فأنا هذا يجزء بمعتقد الديني أنا من حقي كمعتقد الديني أني لا أشارك بالدعاء بهالحالة لكن I show respect بحيث أنه تظن موجود بالغرفة وهي وإنه احترم المعتقد الديني بس شو تريد عن الموضوع لو كنت أنت موجود لو أنت الطبيب اللي محلي شو هتعمل صراحة بترجع كمان لمستوى تديني أنا من المستوى تديني الطبيب ومستوى تقبله هلأ ممكن أنت يعني ممكن تبلش بهذا الموضوع ممكن أنت ترفع إيديك مثلا وتبلش الدعاء وتلاقيه هو راح باتجاه آخر أنت معناك مرتاح فهي بالأخير صراحة إنما الأعمال وبالنيات صحيح يعني أنت رفع إيديك ما في ذاعة أورامين مثلا أنا صراحة بترجع على المستوى الشخصي ورأي الشخصي للطبيب لأنا ما أظن صراحة فيها مشكلة أنك أنت ما تمارس هذا الشيء معهم أو أنك حتى أنت تستأذن بكل احترام وكل أدب وممكن تبرر حتى موقفك ويعني فيك تقول أنه أنا بنتمي لدين مختلف أنا أسمحوا لي إذا أخذت هذا الأبروش أنه I'm not sure if my prayer is gonna support your case فأنت مو عن إلا أنه أنا لأنه لأنه I care about you عرفت شلون You can my prayer might not be as helpful I'll be respectfully waiting outside أنا برأي بهالم مواقف إذا كان مرة تاني شوه أنا أدعي لها يعني أدعي لها لرب أكتر شوي المريض هون قالك لا 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 عفوا شيخنا بديك توقف ديئة دكتور طلال هو دكتوري بديه هو اللي يدعي أنا حدعي طبعا لا وخليني إليك أنت لا دكتور طلال أنت هلا عما بتمارس العناية المشددة بالمملكة العربية السعودية والمريض دينه بوافع دينك بالمية مية مسلم سني وقالك أنه أنا بدي إياك تدعي لي لأنه الدعاء منك إن شاء الله بيكون أقرب بسبب إخلاصك كطبيب سديقني حيكون الدعاء نفسه بالحالتين أنا من نهاية عم ادعي للمريض بالشي فهو يقول آمين أو بتعتذير بالحالتين حدعي حفك لا سديقني حدعي وراك آمين آآ طمم أنا هيت شايف صراحة أمارتين وجد نظر إذا بتسمح لي علق على هذا الموضوع إذا أنت تلحق الكتاب بالحرف بالقانون بدون روح القانون هذا ما يدخل بالإجراء العلاجي للمريض فأنت محمي قانونيا وحتى أخلاقيا عن بعض الناس أنه هذا لا يتعلق بالعلاج أنا ما فيني عمل هذا ولكن أنت بشكل عام هل هذا سينفعل مع المريض هل إذا عملت هذا سيؤدي لخسارة شيء من المريض حتى أنت ستخسر شيء ما بدنا ندخل بموضوع النفاق أنه يتحكي شيء يعني صراحة من حقك أنه تقول لا نحن نعمل هذا الشيء بشيء اسمه عادة نحن نطرق له بموضوع الإجراءات الطبية للمريض يريد أن يطلب منك وأنت تتعارض معك من دينك الآن يمكن موضوع الدعاء للمريض لا يدخل لمرحلة المرحلة لكن تستخدمه تقول أخي هذا ليس جزء من العلاج هناك أخصائيين ثانيين ممكن أنت تستعين بالشاكل بالمريض نفس تقول له أنت يقول وأنا في ألف طريقة أو طريقة أنت حسن القانون مضبوط القانون لا يمنعك من هذا لأنه هذا ليس علاج للحصول الفكرة الثانية أن لا تستخدم التعامل الذي ستفعل عرفين أنا عمل أشتغلت أشتغلت أكيد الدعاء لا تستخدم الدعاء التي تضع للمريض لا توقف الهبرين وتستمع الدعاء عرفين لكن بالسيكاتري يصبح سؤال لأن هنا إذا كنت فاستغلت كونسلور إذا كنت أنا ثرابيست وكنت فاستغلت وقال لي المريض دعي لي ورفعت إديه دعيت له وبعدين حطيت أنه ما في داعي لهم لل CBT ما في داعي لكو لأن دعينا عرف سو الآن تستخدم النحو التعامل الذي قد أفعل يعني أنه حلت محل علاج معين هذا غير أخلاقي عرفت شمو أنا شاركت به الموضوع هذا لا تسهل الموضوع هذا يمكن التعامل أنا أعرف الفيكة أنه هذا مهم لهم وهم بإمكاني أرغب هذا في التعامل وقال لي إنه ممكن تدعي لي طالما أنه لا تسهل شيئًا أخر لأفعل للتعامل يجب بإمكان مهم جدا لأن في كتير مرضى ممكن ترفض العلاج ماشي ولكن تطلب منك الدعاء فأنت هون نفس ما عملت ربلايس منت ما استبدلت أنت هيك هيك العلاج ما راح تغطي ولكن أنت أضفت له طيب خيني أضرب لكم مثال تاني ربما يوضح أكتر هذه النقطة عم تحكوها وأنا عم تحكو صراحة المثال في مريض كنت عم عالجه هون بأمريكا ومريض بالسبعينات تقريبا مريض سكري وسكر مزمن ووصل لمرحلة أنه صار بحاجة لغسيل كالوي هلا بحاجة الغسيل بس مان بحاجة لغسيل إسعافي يعني أنا أنا بتقديري كطبيب وقتقدير كان عدة أيام وربما أسبوع لازم أنه يوافق على الغسيل الغسيل هون طبعا ما هو حب الدواء هو عبارة عن قصرة ووافق على إجراء القصرة وهي لازم قصرة الغسيل يعني تنحط بالرأبة وبعدها بديروح على قسم الغسيل أربع ساعات وثلاث مرات بالأسبوع يعني بدك المريض يكون تماما معك ما هي مرة ثانية أنه أخذ الحبة وأنا مغمض عيوني لا بده يكون هو جزء من العلاج حقيقة إذا ما وافقك المريض لا يمكن تجبر على هذا الشيء أبدا لا يمكن تجبر مريض على الغسيل أبدا أبدا إجراء معقد فشاهد أنه أنا دخلت على غرفة المريض بدي بريكينج الباد نيوز أنه وصلت لمرحلة بحاجة الغسيل هلأ لما حكيت له شرحت له وإذا أنا أخذت معه ساحة تقريبا حكي عم يسمع 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 هو بالVA يعني هذول المرضى الفتران هنين صادوا يعني بحياتهم عم يسمعني بعدين قال لي لا خلص يعني عمله نشورة قال لي لا ليش بدي يعرف منه ليش هذه إرادة الله أنه الله رد له أنه كله تتوقف عن العمل فهو ما بده يعارض إرادة الله وهذا بسموه اللي لدينا نحن الإسلامية حقيقة هو مسيحي المريض الاتكاء على القدر أنا بسميه صراحة التعلل بالقدر أنه بصير معك مرض أنه الله رد لي أنه ما بده يتعالج وعلى فكرة هي شائعة جدا بالأديان يعني أنا من فترة كنت عم تابع حلقة للدحية حقيقة من المثال لما كانوا عم يناقصوا إنشاء دولة لأنه كانوا برأي أنه هذا يعارض إرادة الله بأنه الدياسفورة أو التعذيب أو هون عم يفتع إقابهم وإن أنت أي شيء بتعمله لرفع الأذى عن حالك يعني هذا تخيل أحكي لك من الأديان مختلفة وهذا موجود عن كل الأديان فأنا عندي مريض قاعد الغرفي هلأ بحاجة علاج طبي هو برأي أنه يستحق مش بيستحق يعني أنه أي شيء بدينا عمله هو معارضة أو يعني معارضة لإرادة الله خلينا أخذها بشكل تفاعل يبدأ معك مثلا خالد خالد ابدأ معك كيف الابروش تبع لحاجة العلاج بس هو فيه سبب يعمل له أنه أنا ما بديت عالج شوف شوف رح تعامل يعني بتذكر كعني شيء بالقصة العقيدة الفكرة هون أنه أول شيء بدي احترم هالشي يعني أنا ما فيني يقول لا هذا مو مقبول لكن بدي أفهم أكتر أنه اللي منين جاي ممكن لنا إذا إنسان يعني مدرس إمام كبير بالقدرية عرفتش ما ما فيني فتفوت معه بني خاشر لكن إذا واحد فهمه سطحي للقضاء والقدر بدي أفهم منه أكتر شرح لذكر اللي حكينا أنت متدين يا ابنو عم تقول لي قديش بنعب هالشي دور تروح لجامع في عندك شيخ ممكن تحكي معه بهالموضوع وشلون بتحب أنه اضطر للموضوع الدينية معك قال لي إيه على كلا ياتون بعدين تقول شرح لي أكتر عن عن إيمان بالقضاء والقدار عم قال لي أنا ما فيني أعترض على مشيئة رب العالمين من ناحية الهلاج ممكن تحكيني أمسي عن الصحابة صارت أو شيء بدينه هو ممكن تحكيني أمسي لك كانت بالعكس أنه انت هذا ما أردت و ثم الله أردت أن تحرق المسال و تغيير تغيير ما ما فهو ممكن يقل لي عن المسال أنه لا بالعكس ممكن استخدم هذا لمصلحة أنه غير رأي عارفين إذا كنت لاحظت من سؤالي تبع الكميونيتي أنه بنتمي لحلقة أو درس أو عنده إمامة ممكن أنه حكيت معه سألت حدا ثاني أنه هل أنت ممكن تهرب من القدر المعين لقدر ثاني ضمن الإرادات التي رب العالمين تهرب من قدر إلى قدر فأنت عم تشير لحادثة تاريخية بالسيرة الإسلامية لما أبو عبيد من جراح رضا عنه قاله لسيدنا عمر أنه أتفر أفرارا من قدر الله صح لو قالها غيرك أنه لا أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله هذا فهم الصحيح مقابل فهم أبو عبيد الذي كلا من كبار الصحابة فموضوع القدرية أو الدخول بالوقوع صراحة بأخطاء بفهم القضاء والغدر يقع فيها أنا وناس على أعلى المستويات باسل شو تعليقك على القصة وكيف أنت ممكن تتقاربهم لأنا ما حكيتكم شو رح يصير أنا حقلكم شو أعمل هلأ صراحة بمجتمع الأخلاق الطبية لما نحن نناقش موضوع الدين في كتير الاسبكترم كتير كبير في ناس بتقل لك نحن فينا نستخدم مثل ما قال الدكتور خارج مثل التوجه الطب النفس نحن ممكن نستخدم العامل الديني لأنه نحن نزيد منفعة المريض ولكن جماعة الأوتونومي المطلقة اللي أنا بعتبرها مفسدة مطلقة بيقلك لأ يا أخي نحن لازم ما نتدخل بهذا الشيء لأنه تدخلنا معناته نحن عم نحرف المريض عن رأيه وعم نحاول نعطيل رأينا نحن أنا صراحة مثل ما أعتبر الأوتونومي المطلقة مفسدة مطلقة لأن الأوتونومي المطلقة ممكن تبرر الانتحار مثلا أنا هذا الشيء برفضه يعني لحنا العكس الأوتونومي هي الأبوية مش عكس هي الأقناع يعني الأبوية إجبار المريض على قرار معي أنه نعمل شيء غصبا عنه بينما أنا لما أقناعته بالعكس أنا احترمت رأيته وكرامته فأنت فعليا طلال مثل ما قال خالد أنت ممكن تستخدم المعايير الدينية لكي تفهم أكتر من المريض ومشان تخليه هو يفكر أكتر بالموضوع وأنت ممكن حتى ولو أنا دائما كما ما بحب أني صراحة أغير رأيي المريض كتير ولكن أنا ممارستي كتير أحيانا ما بجيني شخص مسلم خاصة من موضوع DNR DNR بتلاقيني باستخدم نفس العامل أنه بقول له طيب أخي موضوع القضاء والقدر طيب ما قوي أنت يعني في حال شلت المريض عن مثلا في حال شلت المريض عن كله في قررية طمعا فأنت فيك دائما تستخدم هذا الشيء حسب الحالة ولكن نحن بشكل عام كأطباء عادة ما نقرر مصلحة المريض و باللاوعي تبعنا نحاول نستخدم أي شيء سواء ندين أو غيره ولكن بنهاية الأمر حسب تصلب المريض بموقفه إذا أنت شايف أنه قادر أنه يعطيك ريزن جيد وهو وإن كان يختلف مع معتقداتك ولكن هو قادر على أعطاء ريزن جيد وإنت حاول تستفيد من الدين بشكل إيجابي لإيصاله للطريق اللي أنت شايف هو مصلحته فما في مشكلة بينما إذا هو تصلب عند رأيه صراحة أنا حاول طبعا عمل لك أنا عاد ساعة وأكتر ربما وفي جلسة تانية طبعا في نقطة مهمة به دول الجلسات أنت ما لازم تعتبر أنه هي مجرد تقالك مريض كذا فخلاص انتهى النقاش وبتوقع على الإطبار لا في عدة جلسات هذه مشكلة الأبوية حقيقة الأبوية أنه أنا بدخل على المريض وقع كذا تاخذ كذا وما نفاض ناقش وآخذ وآخذ مع المريض بينما نحن ندعو له الترامل الذاتية والترامل أنه أنا بتعامل معه كإنسان أنا أعطيه حرية المطلقة بيختار قراراته هو مرتاح يعني بالنهاية أنا كطبيب لازم يغسل بس بينما يغسل هو غسل عنه هو وحاسس في القهر بما أنه يغسل هو مبسوط وهذا قرار والنابع من ذاته فأنا حاولت أن يفكك الفكرة بي عنده صراحة وستعنت بأفكاري خاصة عن القضاء والقدر بس ما قلت له أنا مسلم وإني أنا كذلك أبدا ما دخلت معه بهذا الديبيت أبدا بس مثل ما قلت باسل إني إني لو هلأ اخترت أحد النقاط وضحت لو اخترت انه أنا هلأ آكل أو أشرب هذا بقضاء الله أو بقضاء الله بقضاء الله لأكن معناها انت لو قررت تغسل هذا قواقع بقضاء الله هذا مو معناته أنه إذا أنت ما غسلت فأنت عم تنفس قضاء الله وإذا أنت غسلت فأنت عم تعاكس قضاء اللي حاولت تفكك هاي الفكرة طبعا ما كان بهالسهولي اقناعه طبعا ما اقتنع بهالفكرة ابدا طلبت منه انه فيني انا دخل حدي من عائلتك بهذا النقاش طبعا كنت الوحيد اللي هو عمره في السبعين سنة فانه في حدي من عائلين معك مسامين من عائلتك موجود حاليا فذكرني في عنده بنته بنته بالاربعينات عمره اربعين سنة تقريبا فسألته انه ممكن انا ناقشها لو ناقشتها ندخلها بالتفصيل بهذا النقاش في عندك ماناة طبعا وافقني انه ما عنده مشكلة بالعكس بنته هي فانا دخلت بنته بهذا النقاش الشاهد اللي حابب اني اذكره انه انا كنت وقته فيه له صراحة الاتين دي تبعي هي صينية وصينية ملحلة واضح انه هي كانت ايثيست فلما طلبت منها انه تدخل بهذا النقاش بعد بالجلسة التانية فسأل المريض قال له انت شو ايمانك بالإله هيا طبعا كانت حذرة جدا بالجواب على هذا السؤال انا طبعا ربما هي النقطة انه هون اللي بسألني سألها لنقطة الحكاية خايد فهون ايه هي اذا بيتقل له انا لا اؤمن بإله كله صراحة فهي مشكلة كبيرة شخص عمل لك انا مؤمن بالله وكذا حيصير نقاش حيتحول لك انك بصراع حلبة نقاش فهي قالت له لا انا ما اظن انه هذا النقطة ايماني او عدم ايماني او انه ما هي حقيقة معتقدي ما بيخدق ابدا بهذا النقاش ليهم انه شو انت معتقد تماما اخدنا وعطينا كتير بهذا الموضوع مع المريض والاخير جبنا بنته حقيقة حكينا معاها وعطيناه فرصة ليفكر وخرجناه على البيت حقيقة وكان مرة ثاني الوضع ما اسعافي انه لازم يصير اليوم او بكرا النقاش طلبنا منه انه يفكر وياخد وقته بعد اسبوع ممكن بأي لحظة يغيرت قرارك نحن مستعدين وفعنا المريض بعد اسبوع باتصل فينا يعني بطبيب الاسعاف انه هو طبيب انه المريض جاي بشان يغسل وفعلا بكل بساطة اجه وبعد ما يعني اخد وقته بالتفكير وبنته كانت معه وقرر انه يغسل وحطيناه القصرة بكل يعني بارادته تماما هو بكامل حرطيته اخد القرار وغسل فما يعني فينكم ممتاز الحالة ممتاز الحالة بالفيكلة اللي حكينا عنها حسألت عن بنته ومين ممكن إليه انفلونس عليه كيف تحصلها معك عرفت شون كان المثال رائع يعني هذا تماما من تمامنا لكن طرقت بشغلة لما اجت الدكتورة الصينية سألها هل أنت مؤمنة ولا لا هنا يبقى هذا يفتح الباب كمان عرف شون شون كنت يجعب المريض يلي بيقلك أو المريض يلي بيقلك بسوريا أو بالسعودية أنت بتصلي أنت ملتزم شون شون ملتزم لا هناك شيء سألت سؤال وأن كان لم يكن علاقة بهذا الحالة ولكن ضمن نقاشنا كنت مرة في محاضرة في جامعة كولومبيا وانطرح علي هذا السؤال وخاصة أنا مهتم بالدكتور خالد كيف سيجاوبني عليك بعدين أقول ماذا جاوبت هذا الشخص هذا الشخص كان طالب طب كان طالب طب مسلمي سألت سؤال أنه كانت شافة مريض مسلم عم يتم علاجه وهي شافته أنه هو يبدو عليه أنه هو متدين ومن اللي سمعته أنه هو فعلا متدين هذا الشخص ولكن اكتشبت أنه أحد إجراءات الطبية رح يتم إجراءة عليه ممكن تتعارض مع دينه هل من واجبك أنت كشخص لاحظ هذا الشيء أنك تروح تنبه المريض ولا لا يعني المريض ما طلب منه أنه أنا في عنده شروط معينة لا أريد منتجات خنزيرية أو كذا ما زكت أي شيء أبدا هي كانت طالب الطب كانت بالراوند تماما هي طالب الطب كانت بالراوند سمعت الفريق الطبي عم يحكي على هذا الشيء ولما هي عم تقرأ للشارت ولما هي شافت عرفان المريض شافت أنه طبيب ويبدو عليه أنه مريض متدين لأنه طويل لابس اللبس هو شخص شو كان لدخل الطبي تتذكر شو كان لدخل على ما أظن كانت زراعة صمام من الهيبرن الهيبرن هو ملتج خنزيري حقيقة اللي هي في عليها خلاف لأنه أكل لحم الخنزير هو الحرام نعم فأنت ولكن هذا كمثال ولكن أنت في حال ممكن فيه فيه كثير أمثلة كثيرة ممكن تنعطى ولكن هل أنت كطبيب لاحظت هذا الشيء من حقك تروح تحكي عن المريض ولا لا المثال نحن عادتها بنعملو نحن حتى وإيمك عن الطب يعني نحن إذا شفت أنت برمضان واحد صايم ونسي وشرب كاسة مي أنت بتنطل رأسا أنه شو مع الليم وحكم الإيد بيئة نعطيك مثال أوضح منه مثال السوري بلدنت الحلالة إسماء مثال أوضح منه أخي باسر وخالد أنه إذا أنت رحت عمطعم بأمريكا وعرفوا أنك مسلم خاصة من زوجتك محجبة وكذا فإذا طلبت واجبة فيها منتجات خنزيلية وإنت معنك منتبئ أو فيها كحول إذا الدرسون وغالبا كلهم ناس أبضايات صراحة بنبهك والله بنبهك هاي فيها كذا فأنت يبدأك بعد هذا الشيء بتصير تبع المطعم لأنه ما في ضرر بأنك ما تأكل البيكن الفكرة اللي حكاها بحصل مثال كتير رائع بصراح كتير حل بها الله الصحيح هلأ هوني بدي أرجع للثيكة نفسة عرفتوا شلون فأنا بدي هاي الطالبة قبل ما أتقبر غير أحدا عرفتوا شلون بدي تحاول إنه أوكي Do I have the authority إنه أحكي مع المريض ضمن الإطار الصحية اللي أنا فيه ولا لا عند مننا authority إنه تحكي مع المريض سألتهم عموات له حكيلي أنت ملتزم ولا لا لأنه شكل مدائما بيعبر عن المضمون ممكن تكون ببلد الحجاب فيها إجباري وكل النسوان لابسين نفس اللبس ما بتعرف مين وعلى فكرة العكس وصحيح كتير هاي بتصير إنه أنت بتكون عما بتمارس بدولة عربية مسلمة المخلوة اسمها مسلم وجاي أسبوع وانت بتتمقعد بتجي بصير الدين لا من قريب ولا من بعين وتدينة بتصلي أنه أخذي هذا الدوت 3-4 مرات باليوم وهي الدنيا رمضان وانت توقع أنه يما بتصلي أكتر من اليوم أنك عرفت ما مذكروا جامع بدر بالشام يعني ما شاء الله الاسمور أكتر من المحجمين ما لا علاقة عرفت فأنا بدي أكون الاسمشنز بالحالتين لأن أسأل بشكل مباشر فأنا مرأت بالفيكة كلاياتها هون بهالحالة هاي قد يكون في عند المني انه هو يعني انه هذا مثلا شخص بجوز ما بيحكي اللغة فهو ما ما فهم لما قالوا له نحن نحط للك صمام ما انتبه أنه التفاصيل محكوه بالصمام ولا لا فلحد العوامل هاي اللي هي ادرس شلون بتحب انا انه ادرس انا شلون بتحب انه إذا كان في شيء ممكن يتعرض مع بعض المبادئ العامة لدينا انه اتعاطف هل أنا بتدخل بهذا الموضوع ولا ما بتدخل بهذا الموضوع فهو إذ قال لك هذا الإمام انه لا بديك تدخل فخلاص يحلت القصة بشكل مطلق شخصيا أنا لو كنت بهذا الموقع لأني بعرف مشكلة طنش موضوع كله من اساسه نعرفت شلون هذا رأيي الشخصي بس هذا نابع عن هوني طالبة الطب سألتك عن انه انا عند مني مشكلة دينية انه اذا انا ما قلت له بجوزة الاسم في عم تسألك انه هي مشكلتها شو الابليجيشن تبعها نعرفت شلون فما انه هي في عند مننا رأيين شرعيين واتنيناتهم مقبولين فما احد عند مننا هالدافع هاد لانه تروح وتوقف الموضوع من الويسي طالب انت شو رأيك انا تقريبا من رأيي خالد حقيقة انا بدي اذا كنت انا تفرق اذا كان انا مسلم ولا ماني مسلم لو انا ماني مسلم وبعرف انه بديني الاسلام مثلا عنده مشكلة مع منتجات الخنزير انا لا تسألوا عن اشياء يعني اذا انت المريض ما تذكر هذا الشي انا ما رح رحنا عند المريض وقال له انا مثلا لو كان بالديني يهودي وكان مريض يهودي واليهود نفس الشي عنده مشكلة مع الخنزير ما رح رحنا عنده واتبرع له ترى هذا الصمام الخنزيري وترى انتو بدينكم ما رح رحنا عنده ابدا اذا ما هو قال لما اندخل يا جماعة انا كذا وكذا وكذا فانا ما رح اجي اجي وشو دينك وما حاسم عن دينه اصلا يعني لو كان بده ياخد صمام خنزيري مثلا لو انا مسلم بقى هون مثل ما قال الخير انه هون عم تعاملوا حالي مع المريض انا هون عم عالج نفسي اذا كان الموضوع في خلافي حقيقتان اتنشف اعتبر انه هادة فيه فيه فتوى والمريض ما سأل عنها وقف الله عن هذا يعني من المعفي عنه ان شاء الله هاي وجد نظري دينيا وطبيا حقيقتا هلا هلا انا صراحة كما بوافقكم يعني باغلبية اللي طرحتوها لا في عدد اشياء هلا اول شي فعلا هو هل هاي طالبت الطب هي صاحبة او سلطة او مكان انه هي تروح تحكي مع المريض انا نتوجيهي الى انه انت لازم صراحة تحكي تفهمي عن المريض اكتر وتحكي مع الفريق الطبي مع الاتدنينج نفسه وتنبهي لهذا الموضوع هو بحكم معرفته مع المريض ممكن يكون مقرر اكتر والشيء الاخر كان فعلا نحن ما بدنا ننبوز او نفرض رأي الطبيبة او طالبة الطب على المريض هلا ممكن يكون تم هذا النقاش مثلا انتقاء هذا العلاج اللي ممكن ظاهريا يتعرض مع دين المريض بشكل خاص مع المريض نفسه ولكن مو قدام عائلته فانت ممكن طرح هذا الموضوع يخليه يشعره بالاحراج مع اسرته وممكن حتى فعليا تخليه غير علاجه فممكن هذا الشيء يرجع بالضرر عليك بلوزي حسب الخجل من الطاقة تماما مع انه قبل هلأ قرر انا بعرف انه قد يكون في حرش شرعي لكن انا وفقت لكن لانه مزبوط تماما 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 مشان هيك لازم انا اللي نصحت في انه انت تفهمي وضع المريض تماما وتشيل حالك تماما من القصة ولكن اذا انت فعلا شايف هذا الشيء المريض ممكن ينزعج منه او ممكن يخالفه في حال تتناقش مع الاتنينك والاتنينك هو ممكن يفهم درجة طلب المريض انه حدا ينبهه لهيك اشياء بدون ما تشي بشكل خاص اقول له انت صار عندك تقول له انه لو كانت هي جزء من فريق المعالج المقيم هو جزء من فريق المعالج صار مطلوبا هي تدخل المريض فهي فعلا من حق تدخل فكيف هيكون التوجيه نفس الشيء صراحة لازم تفهم وضع المريض اكتر ولازم تناقش تطلب من المريض انه بشكل عام انه احنا في حال شفت اي شيء شو مدى تدخلنا اللي انت بدك شو مدى طبيعة المعلومات الحابب نقلك يعني الفرط هي عملية نقل صمام خنزير او زرع صمام الخنزير او صمام خنزير انا لازم انا لو كنت انا موافق تاخد صمام خنزير لا انا حاذكر له ربما قصة طويلة يعني جزء من العلاج وحنعمل كذا وحنعمل كذا وربما بالسياق حاذكر له هذا الصمام ممكن في صمامات ميكانيكية يعني معدنية بس احنا هنستخدم صمام هون مستخلص من صمامات الخنزير هذا الشي ربما انا ذكرته بس ما نبهته انه انت مسلم او مسيء او يهودي وما لازم تاخد هذا طبعا هو نسمع هذا الكلام تمام مثل ماذا خبرتك صراحة انت كمان هلأ انت ممكن قصب علاقتك مع المريض صح انت بكل انا صراحة شايف انه ممكن في بعض الناشطة تتقبل جدا انه انت تقل وممكن لقوة صراحة كتير حلوة منك انه انت تروح تقل انت بناء على طلبك انت طبعا هذا تكون الاول على طلبك انه انت احترام رغباتك الدينية ومعرفتك انا معرفتي بالدين بشكل عام انه في سؤال على هذا الموضوع بس حبيت اطرح هذا الموضوع عليك ذكرك في حطه قدامك يعني نفرد لو انك انت الستي سرجن انت كاردو ثراسيك سرجن وانت مسلم وعند منك مريض مسلم وكنت عند منك الخيارين للصمامات وانت بتحكي بالمناسرة انه هالموضوع قد يكون مهم للمسلمين طبعا في فتوى انه ما في مشكلة انه انت ما عمت تاكل لحمة خنزير اعرف بس حابب اسأل انت شو رأيك شو بيهم على الموضوع حال لازم نعرف مصدر الصمام اللي جاي انا ربما بحاول انه هو يكون مخدوع ما بدي استنى وبعد الموضوع اللي بيخوت اكتر الشي من الناحية الاخلاقية بها الموضوع انه المريض بعد العملية قال لك انا ما فهمت انه بالاساس عم تحلطلي صمام خنزير بسبب لغة بسبب انه كان ضايع بألف شغلة من هون وهون ساعتا من نكون ازينا عملنا ازيئة اخلاقية بس انه ازلم وما كان فهم عنها هي هي اهم شغلة بس انت كمان رجعت انه على مستوى الصدفة انه هذا الشخص طالب الطب شافت هدي الشي فبترجع كمان انت مو مطلوب منك كطبيب انه انت تكون فهمة بكل اديان يعني انا وزاكن في ناس مثلا بتحب تتعلم في ناس بتحب تعرف انا بذكر لك مثال انا لما اشتغلت بمستشفى بوستن للاطفال كان كتير ناس يستغربوا انه نحن نروح نقول انه اثناء الصيام مثلا ممكن الحالة النفسية للشخص للآباء تتغير ممكن شوية نرفز وممكن يكون شوية منعصب لانه صار معهم هايبوغليسيميا في كتير ناس ما كان من الرؤساء الاقسام ما كتير تفهم هذا الموضوع ولكن في تنتين رؤساء تمريد صراحة كانوا صاموا هني قالوا باسا نحن مشان نفهم اكتر وفعلا صاموا يومين وطريقة اللي ذكروا وحدة منهم قالت انا الستاف تبعي صار يرفض يجي يشوفني يحكي معي لانه هي فعلا كانت عصبت ونرفزت فصارت هي بعدين لحالة قبل ما يجي رمضان صار تقول للناس انه لازم ناخر الراون تبعنا لازم نخلي نعم اكتر لازم نفهم هاد صراحة كان مثالي جدا انا كلما بروح الى مكان بقول هدول التنتين عملوا هيك يا جماعة الا شوية عملوا تمثال يعني صراحة كان مثال جيد زدت اللي قصة انه كمان 20 pound كل وحدة وكانوا هال قدة كل وحدة صالد نحي فلاقي بيشتغل الصيام عدل منك على الموسيق